ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام الإبداع في مجال العمل ليس له حدود فطبيعة العقل البشري قادرة على الإبتكار والتطوير بصفة دائمة فإن حضر العقل والتركيز بالإضافة إلى شخصية نشيطة وحيوية فتوقع ما لم يكن متوقعا فهناك بعض العمال الماهرون الذين وصلت مهارتهم إلى درغة عالية جدا فمشاهدتهم وهم يعملون ممتعة بالفعل فهم يقومون بأعمال نراها نحن صعبة للغاية لكنهم يفعلونها بسهولة تامة وفي هذا الفيديو سنقدم لكم أسرع العمال في العالم صعب تصديق ما يفعلونه هذا هو رلمان البليا الذي يتم تركيبه في العجلات تكون بتعبأته هذه الفتاة في المصنع بطريقة صريعة للغاية وكأنها تلعب لعبة بالفعل فيا له من إبداع الآلات التي تستخدم في المصانع ليس لها وجود كبير في الهند السبب في ذلك يرجع إلى سمانها الغالي لكن في الهند يوجد أشخاص قادرين على إنجاز العمل بسرعة كبيرة تضاهي سرعة الآلات يتم قطف الموز مبكر دائما لأنه ينضج بسرعة كبيرة وخوف عليه من تلفه فإن رأيته في الأسواق أخضر فلا تتعجب عملية جمع الموز بسيطة لكنها مرهقة بعض الشيء هذين الشخصين يقوم أحدهما بقطع الموز والآخر التقاطه في الأسفل وقطع فروع شجرة الموز بشكل رائع ذلك الأمر يسهل الأمور أكثر عليهم فتصنف أشجار الموز علميا على أنها نوع من أنواع الحشائش العملاقة بعد بضعة أشهر تنمو الفروع من جديد وتصمر مجددا ما أجمل الحلوة التي يتم تصنيعها بطريقة جيدة انظروا إلى هذا الرجل الذي يقوم بتقطيع الحلوة بطريقة رائعة للغاية فلديه سرعة تمكنه من تقطيعها بسهولة تم دون الاعتماد على أي آلة فيا لها من سرعة فائقة ملفتة للانتباه يستخدم الصبار في كثير من منتجات التجميل والأدوية ويستخدم أيضا في الطعام ولكن بعد تقطيعه والتخلص من كشرته وهذا ما يقوم به هذا الرجل بسرعة كبيرة يتم الاعتماد على الروطان في بعض الوقت لصناعة الأساس فهي مادة يتم استعمالها في كثير من الشركات حول العالم فالأساس المصنوع من الروطان جميل جدا وله ملمس رائع للغاية ويستعمل الروطان منذ عقود من الزمن بالهند يتم استخدامه في كثير من الفنادق بسبب مقاومته للماء ونرى كيف يصنع هذا العامل المتمكن نسيق من الروطان بسرعة كبيرة جدا فمن الصعب حقا فعل ذلك بهذه السرعة الكبيرة يستخدم الحديد اليوم في جميع الآلات ويقوم بتصنيعه الكثير من الشركات في العالم أجمع ونرى هذا العامل الذي يقوم بتعبئة تلك القطع الحديدية في أحد المصانع بسرعة لا تصدق فكم هو قادر على إنهاء العمل سريعا فيا له من عمل رائع يتم الاستعانة بمترجمين الإشارة في نشرات الأخبار وبعض البرامج لكن يتم استخدامها اليوم في استخدامات أخرى غير متوقعة يستعين بعض مغنيين الراب بمترجمين الإشارة لتفسير كلمات تلك الأغاني للصم أو الذين يعانون من ضعف في السمع يعمل هؤلاء المترجمون في الحفلات الموسيقية فهذا العمل صعب للغاية فيجب معرفة الكلمات ودرجمتها في ثواني معدودة تماشيا مع الأغنية بالإضافة إلى أن يجب على المترجم أن يتكيف مع الإيقاع الموسيقي فهذا العمل صعب للغاية لكنه رائع أيضا أكثر المباني القديمة مزغرفة بنحت صقفها فمنذ العصور القديمة يتم استخدام النحت وإلى الآن مازال المصممون يستخدمون النحت لتزيين المباني والكثير منهم ينحد باستخدام القوالب لكن هذا العامل يستخدم يديه فقط في النحت ليقوم بصناعة هذه الطحفة الفنية الرائعة يقوم هزين الشخصين بالبناء ولكن بطريقة غير تقليدية على الإطلاق فلديهم السرعة الفائقة في وضع الطوب فوق بعضه بطريقة رائعة فمن الممكن أن يبنون بيت كامل في يوم إذا كنت تعرف بعض قواعد الفيزياء فيمكنك إنجاز بعض الأعمال الصعبة بطريقة سهلة فإذا أرضت تحريك غطاء أسمنتي فيمكنك وضع أنبوب تحته ثم دفعه فهذه قد تكون الطريقة التي اعتمد عليها الناس منذ القدم لنقل أحجار البناء فهذا العامل زكي للغاية بالفعل أحجار البناء تعتبر سكيلة للغاية ومجرد ترتيبها فهو شيء أصعب لكن هذا العامل يكون بعمل رائع للغاية يكون بحمل مجموعة من الأحجار في نفس الوقت ويرميها على الأرض فتسقط مصطفى في مكانها فيا له من عمل رائع تستغرق ترتيب الطولة الكثير من الوقت لكن هذا الشخص لا يمثل له ترتيب ذلك أي مشكلة فالمسألة مسألة ثواني معدودة وتكون الطولة جاهزة فيكون بترتيبها بسرعة عجيبة حقا فطريقة عمله عجيبة ومزهلة بالفعل كيف يمكنك تكفيف بركة من الماء شاهدوا هؤلاء العمال وهم ينقلون البركة بالكامل باستخدام بعض المكانسة اليدوية وهذا يرجع لفضل العمل الجماعي يكون دائما البناء بتعاون مجموعة من عدة أشخاص ونرى الآن كمية الانسجام في البناء بين هؤلاء العمال الرائعين مأكلات النودلز مميزة الطعم فيأكلها الجميع في جميع أنحاء العالم ويتم تصنيعها في مصانع باستخدام الآلات لكن هذا الرجل يكون بتصنيع النودلز بيديه دون الاعتماد على أي آلة وتضاهي سرعته في التقطيع سرعة الآلات بالفعل هذا الرجل يكون بحمل مجموعة من قطع الصابون دفعة واحدة من خطة تصنيع ويضعها في الكارتون بسرعة كبيرة فيا له من معدل تركيز عالي جدا عملية عد الأموال صعبة خاصة إذا كان المبلغ كبيرا فهناك بعض الآلات القادرة على عد الأموال بسهولة تامة للتحقق من أي مبلغ في بضع ثواني ولكن انظروا إلى هذه الفتاة التي تعد الأموال بطريقة سهلة للغاية ولا تخطئ في عدها فمن منكم يستطيع فعل ذلك المكارونة من أجمل الأطعمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم يحبها الصغير والكبير فهناك بعض الناس يستخدمون أسلوب خاص بهم يجعلهم قادرين على إنجاز ما تنجزه الآلات فيصنعونها بأنفسهم في المنزل يقوم هؤلاء الأشخاص بصنع المكارونة بطريقة بسيطة من خلال هذه القطع الحديدية التي تشبه المعلقة في شكلها تقطيع الفواكه الطازجة شيء صعب لبعض الناس وخاصة فاكهة المنجو فالتعامل مع تقطيعها أمر صعب للغاية لكن هذا الرجل لا يجد صعوبة في ذلك الأمر انظروا إلى قيامه لذلك الأمر بسهولة بالغة فيا له من شخص رائع شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة